السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزيزي الصهران على الفاضي الجميل ونصيحة من أخوك الصغير أو أخوك الكبير لا تستعجل على التحفيل على الريال ما تقوليش الديئة سبعين ومطرود منهم واحد ننزل بوستات الريال تعصر الريال تعادل ألا ده ناتشو اضطرد ده رودريجو بيلعب معاهم ده مدريجو بيلعب ماتش اعتزاله مفيش الكلام ده كله لا تأمن من غدر الريال اهمل لأي حاجة وعندك في المباريات السابقة خير ودليل عندك الهدف بتاع بيلينجهام في ختافي كان في ديئة 95 والهدف بتاع برسلونة بتاع بيلينجهام كان في ديئة 95 وهدف النهاردة فاسكيس انا ما عرفش ده فاسكيس ولا ده كريستيانو رونالدو ولا ده لعب ايه اكسن بالله العظيم انا ما عارف النهاردة فاسكيس يقولك انا هلعب اساسي حتى نهاية السيزون حتى نهاية 2027 هدف فاسكيس النهاردة اللي خد احسن لاعب في المباراة واستهلها ويسيبك من الاوفر اللي رفع كروس كروس رفع ضغطنا بالاوفرات بالفولات بكل حاجة واخده على حسابه تريد مارك ولكن ما تخليش فرحتك بالتلات نقاط وتصدرك تلبس النهاردة هتلاقي ريال مدريد في الصدارة ينسيك انك تدعي لاخواتنا في فلسطين واخواتنا في السودان واخواتنا في سوريا وربنا يصلح حال الامم العربية كلها عينه وصابتنه يا جماع كسما بالله انا حاسن احنا تحسدن حاجة كده عمالة فرانة وشوية صراعات وشوية مش عارف ايه وكمان السودان في تعاتين اعلاني محدش بيذكرها ولا حد بيتكلم عنها فهلع السودان وفيسكا فلسطين وفرزة سوريا وان شاء الله ان شاء الله حالنا ينصلح على اول الفين اربعة وعشرين وصلك هذا الفيديو عزيزي انت عارف هتعمل ايه هتعمل لايك هنا وتعمل لايك هنا وتكتب لنا هلا مدريد دائما وابدا احنا النهاردة كنا بالله فريق اكسن بدينا لا انا ما فاهمه انا مش فاهم يا عم جرسية احنا فيه طار بنا وبين بعض هل انشلوتي قاتل امك انت راصس الاوتوبيس كله من اول المباراة وانا قاعد اول خمسة واربعين دقيقة وابسأل سؤال واحد هو امتى ريال مدريد هيدخل في المباراة هو امتى ريال مدريد هيلعب لعبه الله انا ما عنديش اي اعتراض عن التشكيلة بيلعب بابراهيم ديازي وبيلعب برودريجو وبيلعب ببلنجهام وعندك كوروسو وعندك مدريدشي وفالفيردي والدنيا حلوة جدا جدا ولاقي على ناحية الشمال الشط الاول تجمع رباه انتو لو رايحين تصلوا لعشة مش هتعملوا كده الاقي اربع لعيبة ناحية الشمال رودريجو والوادي اللي اسمه فران جارسيا وعندك بلنجهام وعندك كوروسو واول مكورة تيجي لتوني كوروسو يقوم محول اللعب ناحية الشمال يديها الفاسكيس اللي عليه خمسة ونقعد نرفع ابرات ونرفع عرضيات ويبكى السؤال اللي انت بتسأل عليه احنا بنرفع ابرات لمين هل مباراة زي كده ما تستهلش ان يكون موجود خوسيليو طب ننزل خوسيليو مكان مين طلع لوكا مدريشي طلع توني كوروسو اللي اتنين مع بعض دونتو ميكس يا عزيزي اللي اتنين مع بعض دونتو ميكس انت بتشوف الفريق من انا اتفرج على الفريق من بداية دخوله الكثير من القوة يا قلبة واخبالك والنهاردة كان يوم حلو السوبرليك بتنتصر وبريس بينتصر ولابورتا بينتصر واحتمال كبير ما اللي همش في دوري ابطال اوروبا ويختاروا عشرين فريق من ضمن الفرق اللي سابتهم وبعتهم مع عادة اليوفينتس كان هم تلت فرق بيجهدوا واخبالك عشان محكمة العادل النهاردة بتحكم بالمشروع بتاع بريس اللي هيبقى من انجح المشاريع ومحدش يقول انه كرة القدم بتنتصر دلولات كلب شمامين كلهم حتى بريس كله بيدور على المال انا العب ليه في دوري ابطال اوروبا واخد ملالين صغيرة والويفا تاخد كل الفلوس وغبالك وكل الاسبونسور وغبالك وكل الدعاية تحط في كرشوم وتيجه انا تديني كام مليون دولار طب ما انا اعمل بطولة لنفسي واجمع الى عشر او عشرين نادي او حتى تمانين نادي اقسمهم لكلاس اي وكلاس بي وكلاس سي وهياخدوا فلوس اكتر من كده بكتير وهعمل شركة اسمها اي اتنين وعشرين الشركة المنظمة للبطولة وهجيب ناس زو خبرات تقدر تنظم البطولة دي وهجيب رعاء ويستفاد لبورتا ويستفاد بيريز ويستفاد ليوفينتس ولسه هيكمله باقي الفرق ولكن خلينا في المصيبة اللي احنا فيها اي بلاها انت فيها يا عم ناتشو قصما بديني لا انت ما تستحق الشرط الكابتانة انت ما تستحقش انت تقعد على دكة الاحتياط عملتها في جيرونا وعملتها برضو السنة اللي فاتت والنهاردة اصلا فاول انت تستحق طرده وكل حاجة انا ما عنديش مشكلة مع الحكم اللي اسمه ديميرا غير ان هو في الشوت الاول شاف ان ابراهيم دياس بيتضرب كاللينا راكل الجزاء شاف ان رودريجو بيتمسح به الارض شاف ان بلينجهام عمالين يكسره في رجله والراجل لا اسمع لا ارى لا اتكلم وكأنه مش عايش معانا واول الكرة بتاعت فاسكيس هي تستاهل طرده مباشر انا ما عنديش مشكلة بس هنلعب بمين هنلعب بمين يا عم بريس اصبح الدفاع مفهوش غير رودوجير رودوجير هو يعتبر بطل من ابطال المباراة برض الواب بيلعب بنفس الحماس الواب بيقطع كل الكرات الواب في السنائيات كويس جدا في الالعاب الهوائية وهبالكوا بالراس بيلعب براسه حلو جدا انا عجبني جدا رودوجير النهاردة برغم ان شكل الفريق كاداء طوال التسعين دقيقة كان غير مقنعة انت عندك النهاردة ان جورونا تعصرت وتعدلت وعندك برشلونا بيعيش اسوأ ايام حياته بالتشيرت اللي سود اللي يلبسه تشادي فانت لازم تعمل ايه؟ تكسب ولكن النهاردة نتفرج ان ريال مدريد بيديك شوية من الاصارة وشوية من الصزبين سأنا عارف الاتنين نفس المعنى بس لازم ابان قصادك ان انا مثقف وعبلك وشوي الدراما ومش عارف ايه وبتاعه وانا قلت بيني وبالنفسي خلاص ناتشو طلع ونزلنا تشاوميني وحسيت ان الفريق خلاص راحت عليه خلاص والفريق بتاع الافيس دوت وعبلك وصل جدا انه ياخد نقطة من ريال مدريد حتى جرسية بتاعهم اول ما دخل الهدف جاله السكر جاله السكر جاله القلب جاله الضرن تحس ان الراجل ما كانش عايز يكمل التلات دقيقة الوقت ضيع اللي الحاكم عسابه وفي الشوط الاولاني الحاكم تقريبا حسب 24 ثانية وقت ضايع انا برضو مش فاهم علامات استفهام كتير على التحكيم وعبلك في مباراة ريال مدريد ولكن جملة وتفصيلا الى اداء النهاردة انا ما كنتش فاهم الخطة عبارة عن ايه انا ما كنتش فاهم طريقة اللات شوطة واحدة من فالفيردي في الشوط الاولاني وعبلك وتزديدة ولا تزديدين تيجي في رجل اللعيبة ومش شايف اي لعب ولا شايف اي تزديدات من الخارج فريق متكتل دفاعيا يبقى انت حلك الوحيد يا اما انت تسدد من الخارج يا اما واهب ببساط قصيرة بنا وبنبعد علشان نضرب التكتلات الدفاعية ما شفناش غير تزديدة واحدة من فالفيردي شفنا لوكا مودريتش مرة يباصي صح مرة يباصي غلط مرة الكورة تتقطع منه وكأنه بيلعب ماتش اعتزاله شفنا توني كروس اللي نقاطنا شوية في الفولات والركنيات في الشوط الاولاني ولكن هو صاحب الاسست اللي جابه فاسكيز النهاردة ولكن اهم حاجة ان ريال مادريد فاز بالتلات نقاط ريال مادريد هو متصدر الدوري الاسباني هتقعد تقريبا اتناشر يوم ما تشوفش ريال مادريد ولا هتشوف بالانجهام ولا هتشوف اي حاجة سنة سعيدة وجميلة على حضراتكم كل اللي انا طلبه منك يا عزيزي انك تدعيلي نخش 2024 صفحتي على الفيسبوك ترجع ومشكلتي تتحلق ان شاء الله واخيرا يا عزيزي دي كانت اخر مباراة للمارينج الجميل باللوجو ده لوجو كاس العالم للاندية هيتشال من تشيرتي ريال مادريد في مطلع 2024 وتقريبا هيتحط على تشيرتي فريق منشستر سيتي وده ده يدي حافز للعيبة بتاعة ريال مادريد ان ان شاء الله في مطلع 2025 يلبسوه ولكن انا اقترح بعد اصابة ردريجو النهاردة واختفاء كما فينجا والزواج العرفي بتاعة مليتاو اللي انا بحاول اجر وراه واثبته وفينيسيوش اللي عجبته الاصابة واختطاف اللاعب اللي اسمه ارادا جرر يحطوا اللوجو ده